اهلا بحضراتكم ونبدأ حلقة اللي دي اللي فيها بشرة خير بس بشرة خير بجد مش بشرة خير بتاعة الجدع الاماراتي الكاذبة اللي ما شفناش بعدها خير بشرة خير المراضي مش جاية من مغني اجير اخد اجر من منتج وغنى اغنية من كلمات ملحن اخد اجر من المنتج نفسه ومن تأليف مؤلف اخد اجر من نفس المنتج المراضي الغنوة جاية من الجزائر جاية من الشعب كله بدون اجر ودي احلى حاجة في الدنيا التجرد احلى حاجة في الدنيا نبدأ قلنا انه البشرة جاية من الجزائر نبدأ بالجزائر وعبالك يا مصر الجزائر الراجل عبدالعزيز بوتفليقة استقبل قائد الجيش احمد قايد صالح او الفريق احمد قايد صالح ودي الفيديو قدام حضراتكم اهو شوف الراجل بيفكر بعقلية شاب في عشرين وقاعد بعقلية شاب في عشرين حقيقة يعني الحقيقة عشان بست بواضحين اهو بعقلية شاب ده احمد ده الاتنين يا عام عايزين يروحوا ده الاتنين توفوا الله رحمة الله ده الاتنين يا معلم مكانهم يعني دول سقطين ورق على رأي الراجل دول سقطين دفعة ده الاتنين عادوا الدفعة بيقولوا انه ده كان بيدي له تقرير عن الرأي العام عن الرأي العام في الجزائر وعن الشعب وعن اين اللي حاصل وبعد اللقاء اللي انتوا شايفينه بالورود الصناعية بوتفليقة اعلن اه انسحابه من الانتخابات اهو الرئيس بوتفليقة يوجه رسالة الى الامة يؤلن فيها عن تأجيل الانتخابات الرئيسية تأجيل الانتخابات الرئيسية وجه رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة يوم الاتنين رسالة الى الامة اعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئيسية المقررة ليوم 18 ابريل 2019 وعدم ترس شحي لعهده رئاسية خامسة ده الموضوع يعني الحقيقة مبروك وكمان قرر انه يعلن ان رئيس هو رسالة بوتفليقة او رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري بيقول تابعة المظاهرات السلمية خلال الفترة الماضية اللي ما كانش سلمية خالص وكانوا بيتهمون ويقعوا البلد اتفهم قلق شبابنا على مستقبلهم ووطنهم ورفضهم التعجب الانتخابات الرئيسية مشروع تجديد الدولة الوطنية الذي افصحت عنه يحتاج الى مزيد من التوضيح لا محل لعهده خامسة في حالات الصحية وسني لحظة بقى لا يتيحان ليه سوى بواجب اخير انا نفسي اعرف بقى فين السفير الجزائري اللي قال بوتفليقة بيفكر بعقلية شب عشريني الراجل نفسه هو قال لك لا محل لعهده خامسة في حالات الصحية وسني لا يتيحان ليه سوى بواجب اخير سأرسي اسس جمهورية جديدة بمثابة اطار للنظام الجزائري الجديد لن يجرى انتخابات رئاسية او انتخاب رئاسي يوم 18 ابريل لتهديئة التخوفات قررت اجراء تعديلات جمه على تشكيل الحكومة ردا على مطالب الشعب هيئة الندوة الوطنية ستنظر في مشروع دستور قبل الاستفتاء الشعبي عليه دي ملخص او دي اهم النقاط اللي وردت في كلمة الرئيس الجزائري المنسحب والذي انتهت عهدته حالا دلوقتي حالا حالا يعني الشعب الحقيقة بيستر تاريخ الجزائر دي عظيمة عظيمة نور الدين بدوي وزير اول خلفا لأحمد او يحيا ورمطان لعمار ما نائبا للوزير الاول دي التشكيلة الجيدة بتاع الحكومة استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بتفليخ او من اتنين بالجزائر العاصمة السيدان نور الدين بدوي ورمطان لعمامرة وخلال اللقاء عين رئيس الدولة السيد نور الدين بدوي في منصب رئيس الوزراء يعني الوزير الاول خلفا للسيد احمد او يحيا كما عين الرئيس بتفليخ السيد رمطان لعمامرة نائبا للوزير الاول ووزيرا للشؤون الخارجية اهو راحوا القصر الرئاسي وهناك تم توليتهم الحقائب الجديدة رئيس الوزراء اه رئيس الوزراء كان وزير داخلية تم توليته خلاص رئيس وزراء او وزير اول يعني على الطريقة الجزائرية بس الراجل تعب فعلا الراجل تعب يعني والله عبدالعزي ابو تفليقة بصراحة يعني زكي من اسكر رؤساء الراجل شعر انه خلاص يعني هو دلوقتي قدر يمشي والجزائري حيون مش وللامانة بس عشان بس الناس تبقى فاهمة عبدالعزي ابو تفليقة له انجازات في الجزائر عشان بس الناس تبقى عارفة انه هو ما كانش يعني الشيطان الاسود هذا الراجل له وعليه انما الراجل دا استلم الجزائر في وقت كان صعب جدا وعمل وكانت لسه الجزائر يعني خارجة من ما يسمى بالعشراء السوداء والناس لها طر على بعض والاف قتلوا في الشوارع وفي الحاجات فالراجل دا عمل ما يسمى بالمصالحة الوطنية في وقت حارج جدا في الجزائر هذا الراجل انا ما بشكرش فيه ده دي حقيقة والجزائرين هم اولى هم اللي يقولوا هذا الراجل له انجاز